اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اقتحموا المسجد الاقصى واحنا برضو عاوزين موضوع المرأة ده اقصاء للمرأة الحقيقة مش فهماها يعني يعني ما عليش الدكتورة هي مش دكتورة يعني لكن ما علينا هي المحامية منظر فقار طبعا هي كويسة في القانون وكده وعندها مكتب استشاري لكن ما هياش في العمل الاجتماعي ما نزلتش ارض الشارع المصري ما عرفتش اوجاع مصر عمرها ما نزلت انتخابات باجل الشعب يعني زينا احنا نزلنا مرتين واقصينا من النظام السابق هي كانت صديقة صادوقة للنظام السابق احنا مش بنتكلم على حد وكده ولا بنك لا انا اللي بتكلم عليه بقول احنا عاوزين ناس من الشارع المصري يعبروا عن دستور مصر دستور مصر ده ده هو الخريطة خريطة الحقيقية لمصر والخريطة دي لازم تتكلم على كل واحد جوا الشعب المصري بجميع فئاته وجميع اطيافه لما تيجي تجيب لي اربعة بس من الستات منهم رئيسة المجلس القومي للمرأة هو عمل ايه المجلس القومي للمرأة للمرأة عايزة افهم يعني لا المجلس القومي للمرأة ده انا قلت في كل حياتة يأجروا مفروش ارحم يأجروا مفروش وبلاش حكاية الايه الدونيشن اللي بياخدوها دي وما نعرفش عنها حاجة احنا عاوزين الشفافية يقولوا خدوا كام وتوزعت فين واستفادت منها المرأة ايه واستفادوا اعضاء مجلس القومي للمرأة بكام وايه الميزانيات اللي كانت فائدة عندهم وايه ما ده صحة اللي وصل لعلمنا انها فيه 30 مليون كان فائد السنة اللي فاتت وما كانوش عارفين يودوها فين ووزعوها فين يا جماعة احنا عايزين احنا عايش حرية عدالة اجتماعية فين فين الحرية حرية التعبير عن الرأي الشفافية نفسها فينها عايزين يشوف دي كلها حاملة دي النهاردة بتتكلم عن هذه الشفافية حاملة شعب بنقول لكل الدنيا كلها عايزين شفافية عايزين تقولونا بتاخدوا الفلوس منين وبتجبوها نودوها فين عايزين الاخوة الاقباط غير ممثلين بالعدد الكافي بتاعتهم دول شركاءنا يا جماعة من فضلك فين بتوع اهل سينة يا جماعة ها لسه عملي لهم اقصاء ده ما تزعلوش بقى لما مصعد أبو فجر 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 أه هو ده كفاية يعني؟ هو كفاية أه مصعد بيه؟ لا 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 نفعش كلام ده سينة فيها قبائل وفيها زعماء للقبائل أنا عايزة كل زعيم قبيلة يحضر فيها خمسة واربعين زعيم قبيلة هو اللي بيعمل الاعداء العرفية وهو اللي بيعمل هو اللي بيحدد الجرائم وهو اللي بيحدد العقوبات وبيعقبوا بعض ما تجبوهم دول مش هما دولت برضو اللي قال عليهم ريل شارون ها ولا حناء ولا أنتوا نسيتوا في كتابه تاريخ حياته هم اللي قالوها قالوا بالحرف الواحد هو قال بالحرف الواحد احنا أنا في حرب 73 لم أجد أكثر من ضراوة الجندي المصري عبارة عن سنكي في صدر أولادنا اليهود وأكثر من ضراوة ووحشية الخنجر الذي كان في ظهر أولادنا وهو أبناء سينة أبناء سينة الأبطال من ينسهمش ومن ينساش بتوليتهم من ينساش شجعتهم وأحسن حاجة تاخدوها تاخدوها من نصايح لأعداءنا أو أخبار أعداءنا أو زي ما تقولوا قصص أعداءنا اللي بيكلموها عن نفسهم ولي بيكلموها عن إينا فدي كلها حاجات يعني هي دي اللي نستشهد بيها سينة لازم تكتر أكتر من كده وإحكاد خمسين خمسين هو قرآن ما تعملوها مية وخمسين هيحصل إيه بس المهمة توسعه القاعدة سيد عمر موسى طبعا دا اختيار موفق ولكن فين الناس اللي هو استشهد بيهم هو قال لك أنا حنفتح للجماعات الأطياف الأخرى تيجي تقول رأيها مش بالضرورة اللي هم خمسين دولة المقيدين لا يبقى رأيهم استشاري زي بعض استشاري استشاري إحنا الحزب الاجتماعي الحر زائد اتحاد المحامين الأفرق السياوي لحقوق الإنسان أعضاء في جامعة الدول العربية في اللجنة العربية دايما لحقوق الإنسان وقصينا تماما أنا بعت فيما يعادل خمسين واحد من الحزب عاوزين يخشوا اللجنة اختاروا بينهم وقلوا باستفاهات بتاعتهم وبعت تلاتين واحد من اتحاد المحامين مستشارين متخصصين في قانون الدستوري هو فيه ايه جماعة لسه بنعمل شلل شلل لسه برضه ويه سيد أحمد المسلماني رجل مستشار إعلامي للرئيس على رأسي بيروح للأحزاب ليه بيقعد يكلم الأحزاب في ايه ده راجل كان بيجمع الصحف ويجيب أول طبعة وبيعمل برنامج أول طبعة كويس كويس عظيم ايه ما أول طبعة بإنه يروح للأحزاب ويعود يتناقش معهم في خريطة الطريق ليه وما فين الدكتور مصطفى حجازي ايه لازمت بقى ان احنا نعود نعين ناس ونعمل ناس ونقصي ناس على جنب وناس تانية وبعدين ايه مين احنا عزين شفافية كده لأحمد المسلماني سعادة المستشار انا اسفة سعادة المستشار الإعلامي احمد المسلماني يقولي ايه هي الاعداد دي كلها اللي عينها من اقاربه ده اللي احنا سمعناه مما ده صحة ده خمسة واربعين واحد عين من اقاربه هل دي الصحف دي بتتدعي عليه ولا ده كلام غير حقيقي ليه ما اطلعش علينا وطلع علينا وقال لنا القصة لا اه اه مش قريبي لا عينتهم لا معينتهم شي ايه ما نستهل شي يقولك عدلة انتقالية ايه عدلة انتقالية شوف الاول العدلة اللي احنا فيها دلوقتي احنا دلوقتي لسنا في مجال عدلة لسنا في ساحة عدلة لما تجدور على العدلة اللي انتقالية اللي فاتت لا ادور بقى على اللي هنا دلوقتي اللي عملنا ترسبات جوه الناس ترسبات جوه نفسهم في ايه في ايه بالزبط سات الفريق سيسي ما تطلع علينا وتطلع علينا وتقول لنا ايه الوضع اليومين دول ايه الوضع سات اللي هو وصفي اطلع وقول لنا ايه الوضع الله احنا عايزين شفافية اوكي نحية امنية خلاص ماشي لكن انا عايزة اقول ايه حكاية حماس وكتاب عز الدين القسام ما يروحوا على بلادهم ما بلادهم اولى بيهم هو حد قال لهم عايزين محامي ييجي او اللي عايزين ده احنا عندنا جيش من اكبر واقوى الجيوش اللي موجودة في العالم ايه في ايه عاديين ليه ما تقوموا ترواحوا ايه كتاب عز الدين القسام اه عز الدين القسام ده كان بطل وكل حاجة بس خد كتيبك وجري هناك على بلدك الاخصى مقطاحم وجاي هنا مسك لنا سينة وتقعد تقطع وتبهدل في ولادنا ايه في ايه ايه يا استحماس قعدة ليه ما تقوم ترواحي ما تروحي هناك لبلدك هناك ايه ساعة الرئيس هنية بيه ما تشوف الحدود وترأي بالحدود المصرية الغزوية وما تدخلش حد عندنا ولا تخرج حد من عندنا عندك والله مش ده برضو دورك ولا عمال مسالة الناس علينا ولا ايه زي ما بيقولوا وازا كان الكلام ده غير حقيقي ما تحكم العملية الحدودية حاجات كتيرة قوي 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 فلسطين في قلبنا في دمنا ما فيش حد ما فيش دولة عربية قفنت عمرها ولا ولا اموالها ولا اموال مواطنيها قدوا مصر طب في ايه ما ترعونا يا جماعة ما ترعونا احنا مش عاوزين منكم حاجة غير انكم تروحوا تعودوا في بلدكوا وتدفعوا عن العدو الرئيسي بتاعكم واحنا سيبونا احنا احنا الجيش بتاعنا فلة 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 وحتتين كمان ملكش دعوة ملكوش دعوة بينا عايزين تقطعوا سينا لا معلاش بقى ولا رملة هتطلع لحد تاني ولا رملة على جسسنا كلنا والله والله رملة واحدة تطلع من الرمل اللي هو وزعه عمال يوزعه عليه العطيات اللي كان بيوزعها مورسي والناس اللي تبع مورسي لا يا جماعة اقول لهم مورسي الجماعة اللي هي بتاعتكو دية خد هيعودوا معاك وحيأنسوك برضو حيأنسوك في مكانك اللي انت فيه لحد ما تظهر الحقيقة لحد ما تظهر الحقيقة اما مصر باقية باقية ما باقية الظهر باقية بأمر بأمر سيدنا النبي وبالرسوء وبالقرآن الكريم مصر هي بتاعتنا كلنا مصر بتاعت الدنيا كلها وفي الآخر عايزة اقول حاجة الجيش والشعب والشرطة الشرطة اللي هما مطحونين مطحونين بيروحوا قبل مايروحوا اي مهمة بيعودوا يبوسوا في عيالهم علشان عارفين ان هما مش راجعين الشرطة بتاعتنا اللي قفنت حياتها كلها وفي الآخر لقيت اقصاء شرطة والجيش اشكركم اشكركم يا اخوان يا مسلمين اشكركم يا عز الدين يا قسام وكتابك بتاعتك اشكركم يا حماس عشان قربته بين الشعب والشرطة والجيش الف شكر